الخدمات التي تقدم كثيرة خدمات استشارية خدمات مالية خدمات تدريب خدمات حقيقة تفوق ذلك خدمات مساعدة لدى القهات الحكومية الأخرى خدمات تغيير بعض الإقراءات والقوانين المعمول بها في سلطنة عمان حتى نخلق البيئة الملائمة السهلة لتقوية قطاع ريادة الأعمال طبعا خدمات الثقافة كيفية خلق ثقافة ريادة الأعمال كيفية تسهيل الإقراءات والقوانين واللوائح والأنظمة كيفية عمل مبادرات تخدم هذا القطاع بشكل مميز الهيئة عندنا حاليا الأعمال المنزلية وتصاليح الأعمال المنزلية عندنا برنامج ضمان القروض وهو برنامج حقيقة كبير ومنظم وفيه إقراءات كثيرة عندنا دورات تدريبية خارج السلطنة ودورات تدريبية داخل السلطنة عندنا برنامج التوقيه والإرشاد وهذا برنامج عمل بطريقة حقيقة فاعلة وبطريقة مميزة الكثير من البرامج تقدمها الهيئة ونأمل حقيقة أن نتواكب مع العصر نتواكب مع الزمان الزمان والعصر يتغير بمتغيرات كثيرة ويجب على الهيئة أن تغير أيضا آليات الدعم ووسائل الدعم بناء على تغير الزمان والمكان أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك في تواصل بين صاحب المؤسسات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والهيئة هذا التواصل يجب أن يكون بطريقتين الطريقة التقليدية العادية وهي زيارتنا في الهيئة والتعرف عن قرب ما هو موجود والطريقة الأخلى تقيقة التقنية نحن في الهيئة عندنا حساب في تويتر عندنا حساب في الفيسبوك عندنا حساب حقيقة ومجموعات عن طريق الواتساب نستخدم أيضا الصفحة الإلكترونية بشكل فاعل وشكل بناء ممكن لصاحب الأعمال أن يتعرف عن كل الخدمات التي تقدمها الهيئة عن طريق حقيقة الحاسب الآلي وممكن أن يقدم لهذه الخدمات عن طريق الحساب الآلي يعني أنا هنا أيضا أوجه كلمة شكر وتقدير وعرفان لبنك مسقط لحقيقة كان من البنوك السباقة في عمان لمساندة الهيئة وقبل ذلك مساندة المديرية عملنا الكثير من البرامج معا فأقدم لهم كل الشكر والتحية والتقدير حقيقة على الدعم المتواصل والمستمر الدعم المعنوي وأيضا الدعم الفني والمالي وهذا ما نطمح عليه تكاتف كل الجهات لعمل قاعدة قوية لهذا القطاع الحيوي المهم اشتركوا في القناة